كالمسلمين والعرب اكتوى المسيحيون بنيران الحروب والصراعات التي تعصف بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وكانوا محط استهداف من قبل تنظيمات ارهابية وقوى اقليمية ودولية تستغل هذه الطائفة لاغراض سياسية وفي ذكرى ميلاد المسيح عليه السلام ابا مسيحيون مشرق الا الاحتفال بهذه الذكرى رغم كل تلك الالام ومشاهد الاضطهاد والقمع بحقهم الذي لا يستهدف في الحقيقة المسيحيين فقط بل يستهدف المنطقة باكملها بكل التنوع العرقي والديني الذي تزغر به عيد الميلاد يعيد تسليط الضوء على الوجود المسيحي في المنطقة المتجذر والضاربة جذوره في اطناب التاريخ حيث يواجهون اليوم تحديات كبيرة تهدد وجودهم خصوصا مع هجرة الكثير منهم حيث تقول احصائيات ان في بداية القرن العشرين كان المسيحيون يشكلون عشرين بالمئة من سكان المنطقة لكنهم الان اصبحوا يشكلون اقل من عشر بالمئة وسجل التراجع الكبير في العراق اذ اشار التقارير الى ان عدد السكان المسيحيين في العراق مع بداية الغزو الامريكي باتوا يشكلون نسبة تقل عن خمسة بالمئة من اجمالي سكان البلاد ومن الارض المقدسة التي عرفت مولد السيد المسيح يعاني مسيحي فلسطين من اضطهاد ومضايقات الاحتلال الصهيوني الذي يمشي قدما في مخططاته لتهويد القدس وتغيير هويتها والقضاء على روح التعايش بين الاديان التي عرفت بها المدينة منذ الازل واظهرت ارقام عن تراجع نسبة السكان المسيحيين في فلسطين الى واحد في المئة بعد ان كانت نسبتهم تصل الى نحو ثمانية بالمئة عام الف وتسعمائة وثمانية واربعين يمثل المصريون الاقباط اكبر تجمع للمسيحيين في منطقة الشرق الاوسط وتشير تقديرات الى ان عددهم يصل الى عشر في المئة من اجمالية عدد سكان البلاد وتعرض الاقباط لاحداث عنف واعتداءات استهدفت اشخاصا وممتلكات وكنائس لاسباب مختلفة ورغم كل هذا يصر الكثيرون من مسيحيين المشرق العربي على البقاء في ارضهم التاريخية والعيش جنبا بجنب مع باقي الاديان بما فيها الاسلام الذي اعطى مثالا رائعا في التسامح والتعايش وعهد الخليفة الفاروق شاهد على ذلك فعندما استشهد بكى عليه المسيحيون اكثر من المسلمين